بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نستكمل منهاج الصف الخامس الدارس التاسع عشر بعنوان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة بعث الله الأنبياء والرسل ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل وعدم الإيمان بالله تعالى إلى نور الهداية والتوحيد والعلم بقدرة الله وقبل أن نبدأ بشرح الدارس علينا أن نعلم الفرق ما بين الرسول والنبي فالرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمير بتبليغه والعمل به مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهم السلام فجميعهم قد جاءوا برسالات لم تكن موجودة قبلهم أما النبي هو المبعوث ليؤكد شرع من قبله ولم يؤمر بتبليغه مثل نوح عليه السلام وهود عليه السلام وبناء على ذلك نعلم بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي لكن سيدنا نوح عليه السلام وهود عليه السلام هم أنبياء وليسوا رسل لكن علينا أن نعلم جيدا بأن الله سبحانه وتعالى بعث عندما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح وشوعيب وجميع الأنبياء والرسل جاءوا برسالة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى فلم تختلف دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوة سيدنا عيسى أو سيدنا محمد فجاءوا جميعهم برسالة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته لأن مصدر هذه الرسالات هو واحد فالله سبحانه وتعالى هو الذي بعث بالوحي إلى سيدنا محمد ليبلغه رسالة الإسلام والقرآن الكريم وهو أيضا الذي بعث إلى سيدنا موسى عليه السلام بالديانة برسالته وكتابه التورع وهو أيضا الذي بعث إلى سيدنا عيسى برسالته وكتابه الإنجيل فقد قال الله سبحانه وتعالى يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره فقد أمرهم أن يدعو الناس من خلال هذه الآيات لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا يشك به شيء سواء كان صنم أو إنسان وأن يرشد الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وقد أتم الله سبحانه وتعالى برسالة الإسلام التي بعث بها خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته فرسالة سيدنا محمد هي رسالة صالحة لكل مكان وزمام إلى قيام الساعة وهذا ما يميز الإسلام عن قبله من الرسالات السماوية فرسالة الإسلام كانت صالحة للأمس وصالحة لليوم وصالح للغد فقد قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد رضي الله سبحانه وتعالى للناس إسلام الإسلام دينا فقد اتبع الأنبياء والرسل في خلال دعوتهم من ناس إلى عبادة الله وتوحيده العديد من الأساليب ومنها كان الحوار ومنها الإقناع ومنها الحجة والبرهام أما معنى الحوار هو تبادل الكلام ما بين الأشخاص بهدوء واحترام دون تعصب أما الإقناع هو التأثير في العقل والفكر لتقبل الرأي الآخر أما الحجة والبرهان هو ما جئ به ليدل على صحة ما يدعو إليه الإنسان وصدقه فقد اتبع الأنبياء والرسل جميع هذه الأساليب فقد قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن الرغم من اتباع الأنبياء والرسل الأساليب عدة في دعوتهم الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلا أنه انقسم الناس من دعوت الرسل عليه الصلاة والسلام لهم إلى قسمين ومنهم من كان مؤمن ومنهم من كان كافر فالمؤمن قد اهتدى وصدق بدعوت رسوله أما الكافر فقد سخر من دعوت رسلهم وكذبوهم وآذوهم فاستحقوا العذاب من الله سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى قد بعث في كل أمة رسول ليدعوهم إلى عبادة الله واجتناب الكفر لكن وبالرغم من ذلك إلا أنه كان منهم من آمن ومنهم من كفر إلا أن الأنبياء والرسل كان موقفهم الصبر تجاه تكذيب أقوامهم لهم وأذاهم لهم وخير مثال على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حاور قومه وأقنعهم وحاول إقناعهم وتبع الحجة والبرهان في دعوته لهم إلا أنه منهم من آمن ومنهم من كفر وكثيرا من آمن به مثل أبو بكر الصديق والسيدة عائشة وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والكثير من الصحابة الكرام ومنهم من كفر من أمثال أبو جهل وأبو لهب والحكم بن أبي العاص وعلينا أن نقتضي من الأنبياء والرسل أن نكون متحلين بخلق الصبر في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق نشر الخير وأن نقوم بدعوة الآخرين إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتعلم الإسلام والاقتضاء بأفضل الأخلاق ممن تميز بها الأنبياء والرسل إليكم حل أنشط الدرس نشاط صفحة 76 قال الله تعالى يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره دعا الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم مثل نوح وهود وصالح وشعايب عليه السلام دعوا إلى توحيد الله تعالى وعبادته أقرأ وأستنتج صفحة 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسن وأجمل إلا موضع لبنة زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي بعد قراءتك الحديث النبوي الشريف الصابق من الرسول المقصود وما بصفه؟ الرسول المقصود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بخاتم الأنبياء أناقش صفحة 77 من معز ملائي واجبات تجاه الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد الإيمان بهم وتصديقهم اثنين الاقتداء بهم ثلاث الدفاع عنهم أتدبر صفحة 78 أتدبر الآية الكريمة السابقة وأكتب الجزء الذي يبين موقف الناس من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوط فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الجواب فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ننتقل إلى أسئلة اختبر معلومات صفحة 79 السؤال الأول استخرج أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الإجابة توحيد الله تعالى وعبادته سؤال 2 أكمل الفراغ بما هو مناسب ألف دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة لأن مصدرها هو الله تعالى با آخر الرسالات السماوية هي رسالة الإسلام السؤال الثالث أذكر ثلاثة من الأساليب التي اتبعها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى واحد الحوار اثنين الإقناع ثلاث الحجة والبرهون انقسم الناس أمام دعوة الرسل عليهم السلام إلى فريقين أوضح ذلك انقسم الناس إلى قسمين واحد مؤمنون اهتدوا وصدقوا اثنين الكافرون كذبوا وآذوا الرسل انقسم الناس